يعني مما لا شك نحن الارتفاعات نشاهدنا خلال هيدا الأسبوع على المؤشرات خاصة الداو جونز اللي أدى الارتفاعات كمهم تاريخية عم نحكي 41300-400 كان طبيعا نشاهد ضمن عمليات جاني الأرباح عند هيدا المستويات حتى كمان نشاهد نحن يعتبر أسوأ أسبوع بالنسبة للـ S&P 500 والنازدك عم نحكي إغلاق بحوالي أو تراجع 2.2% للـ S&P 4.2% لمؤشر النازدك يعتبر إغلاق سلبي ولكن باعتقادي عمليات جاني الأرباح ستؤدي لتصحيح خلال الفترة المقبلة يعني بمعنى آخر إذا نحن بدأ نقارن شوية تحركات الأسهم الأمريكية الـ Rotation اللي احنا عم نشوفه يعتبر مفيد بالنسبة للأسواق الـ Allocation بالنسبة للمستثمر ينتقل من أسهم داو جونز الـ Nasdaq S&P لـ Rachel 2000 أو غيره من الأسواق يعتبر مفيد ولكن من ما يلأخرى التشكلات اللي احنا عم نشوفها تعتبر تشكلات سلبية خاصة الـ S&P 500 ممكن خلال هذه الفترة عم نحكي قبل الانتخابات الأمريكية أغسط، أكتوبر، سبتمبر، أغسط، سبتمبر، أكتوبر ممكن نشهد أن نحن تصحيح تصحيح عاميه يوصل للـ S&P عم نحكي تقريباً بين 8% إلى 10% خلال هذه الفترة ونرجع خلال الربع الرابع من خلال عام الحالي نشهد كوية للمؤشرات ولكن على رغم من أنه وصلت الأسهم للـ PIC تاعة لأنه تصحيح هو الأقرب خلال الفترة الحالية بعداً نحن نشوف تقيمات اللي بدأت تصير خلال الانتخابات ولكن تاريخياً هذا اللي نحن نشهده وخاصةً أذكرنا أنا عم نحكي لفترة ترامب فترة ترامب أو بحكم ترامب 2016 بانتخابه كان مفيد للأسوأ ولكن عادةً الأسوأ قبل الانتخابات بتشهد تصحيح وتصحيح بيكون عميء فبترجع دورينج دا إيلكشن و بوست إيلكشن بيكون عام جيد بالنسبة للأسوأ الأمريكي جاد هل نتوقع استمرار هذا التريند الضاغط على المؤشرات الرئيسية خاصةً وأنه من بعد صدور بيانات التضخم خاصةً الأرقام الـ CPI الأسبوع قبل الماضي منذ ذلك الحين نشهد سالة أفقوي على أسهم قطع التكنولوجيا ففي ظل هذا التوجه نحو خفض أسعار الفائدة وبالتالي أن الشركات ربما الأصغر حجماً ستستفيد ستكون المستفيدة الأكبر من تخفيض أسعار الفائدة هل نتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي على الأسهم الأصغر حجماً وأن يستمر السالوف على أسهم كبرى شركات التكنولوجيا؟ يعني النوف فعلياً ما بدي يكون كتير متشاهد من ناحية الأسهم الكبرى ولكن اللي عم شوفه حالياً يعتبر سالوف سالوف كتير كبير على المؤشرات الأمريكية الكبرى وهذا الموضوع ما قالوا علىها أبداً بأنه خفض معدلات ألفادي رح يؤدي للمزيد من ارتفاعات لأسواق الأسهم الأمريكية عم نحكي الكبيرة طبعاً رح يكون مفيد لأسواق الأسهم الصغيرة هذا الروتيشن بيكون مفيد ولكن بالنسبة لأسواق الأسهم الكبيرة باعتقاد السلبية هي قائد قائد اللي عم بلاش تتشكل عمامنا لتشكلات سلبية يعني نحكي لأسالوف كتير كبير ولكن ما قالوا علىها بخفض معدلات ألفادي لأنه فعلياً إذا نحن نرجع شوية لورا لما كانت معدلات ألفادي يعني مستقلات 3.5% وارتفعت للـ 5% إلا أنه المؤشرات الأمريكية قدت لها ارتفاعات تاريخية ففعلياً الأسواق الحالية ممكن تكونوا عم بتسعر ركود في الولايات التحدة الأمريكية بغض النظر إذا كان فوفد لندينج ولا هارد لندينج إلا أنه تأثير معدلات ألفادي المرتفعة لكانت لوقت أطول رح تعطي نجاة في قفك بقلب الماركت وهذا اللي شدد عليه ممكن أول مرة ذكروا باول بآخر اجتماع على أنه معدلات ألفادي مرتفعة رح يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد فلو حتى تم تخفيد معدلات ألفادي ولازم يصير في أنها تخفيد لمعدل ألفادي كرميل بنسبة لباك المركز الفدرالي أو بنسبة لأباول ممكن كم عم بشوف أنه هالمعدلات ألفادي رح تأثر بشكل سلبي على الاقتصاد فلو تم تخفيد معدل ألفادي إلا أنه نحن ممكن نشد تراجحات في المؤشرات الأمريكية بسبب تسعير الأسواء أنه ممكن يصير في عنا رهود بقلب الاقتصاد